اهلا بحضرتكم امسية جديدة من امسيات برنامجكم فن المحاكاة كما تعودنا بنتجول في الاعمال الادبية سواء كانت قصة او رواية او نصا مصرحيا محاولين استكشاف مساحات الواقع ومساحات الخيال الاليات التي استند عليها المبدع اصرار الابداع وايضا بيسعدني في هذه الامسية وهذه الحلقة تحديدا ان نتطرق لجانب ربما نتطرق اليه للمرة الاولى وهو ادب الاطفال يعني عادة ما كنا نتناول قصصا وروايات ونصوصا مصرحية للكبار احيانا كنا نتناول لليافعين من الشباب ولكن في هذه المرة سنصلت الضوء على ادب الاطفال وهم في الحقيقة يستحقون منا كل اهتمام يجب ان نصلت عليهم الضوء اكبر ضيفتي في الحقيقة يعني متخصصة في هذا اللون هي قاصة وكاتبة وشاعرة وايضا مدرسة تقوم بالتدريس للاطفال وفوق كل ذلك وهو يعني امر يعنينا كثيرا هي ايضا تجيد الحكي ولديها ورش حكي وتعلم كيف يمكن للطفل ان يحكي وتحكي لهم القصص كما انها تستخدم الحكي كاسلوب للتعلم في منهجها الدراسي معنا الكاتبة والقاصة وشاعرة الاستاذة عفة بركات في الفقرة الاولى ومعنا كتاب حجرة الساحرات وهو مكون من عدد من القصص للاطفال سوف نقرأ جزء من قصة منهم مع الكاتبة عفة بركات بعد ان انتهي من تقديم هذا الفاصل وبعد القراءة ساترككم لادائها في بعض الفواصل ثم ابدأ معها حوارا متصلا حول ابداعاتها المختلفة مركزين على هذا العمل حجرة الساحرات هذا في فقرتنا الاولى في فقرتنا الثانية بنتناول صورة العمدة ما بين الواقع والخيال مع الناقد الدكتور محمود زكي اذا سنذهب الى فاصل تدخل من خلاله ضيفاتي الاستاذ عفة بركات ونبدأ القراءة فورا من قصة الساحرات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة